السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موقع اسمه Imagine Art الموقع ده جميل جدا Imagine AI Art Generator بيحاول لك البرومت لسور text to image ممكن يعدال لك في نفس اللحظة يعني تكتب له اي كلمة لسه ما كملتهاش ويبدأ ان هو يعملك صورة انت عايزة ما سنلاش حد ما تخلص فريل تايم جنريشن دي محلات جملة جدا ممكن يعملك فيديوهات تدي له اي صور يعملك فيديوهات او تاكست يعملك فيديوهات ممكن يعملك ساعدك في موضوع التخيل والتصور وتعمل ابتكارات جديدة ممكن ان تدريه صورة الجودة بتاعتها قليلة يحسن لك الصورة ممكن يثبت لك شخصية يعني انت حطيت صورة معينة وتبدأ تشوفها في اشكال كتيرة متنوعة دي صور كتيرة هو عملها بيوريها لك يعني ممكن يكون عندك نوع من انواع العطور او القهوة فيبدأ ان هو يعملك الدعية لها دي الاسعار بتاعته تمام يعني بيبدأ تقريبا في حدود تمانية دولار لو انت حابب ان انت شخصية احنا نجرب النسخة المجانية عشان يبقى ان تنفع الناس كلها واقول لهم انا طبعا عندك على الموبايل ويقاب استور طيب كل عليك ان انت هتقول له هيفتح معك الصفحة بالشكل دوت لسه ما بدأ انش خلصة هقول له تيكست واميش ونكتب له اي تيكست ونشوف كيف هيعمل اي تيكست مثلا اه يجب يعني وك اه 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 لا كاتب طيب نقول له هو مديني خمسين نقطة فكل ما اعمل حاجة هيبدأ يخسر اه هو كلمة ايجي بتا عنده معناها كدماء المصريين معناها عصر الاصرات فده من ضمن الحالات اللي انا ايه حابيت اشوفها يعمل ايه طبعا دي هنا ممكن تختار اي ستايل تختار مثلا انا عايزينها عليها تلوجو تمام عايزينها صورة واحدة عشان ما نخلص بس النقطة ونشوفها يعملها ازاي ده دكتور اشيو تقدر تختار المئاس اللي انت عايزه ماشي بلاش متدور يعني انا عايزين لوجو يكون شكل عالو سي اول دي كل الاستيلات اللي موجودة تقدر تختار فيكتور ارت مثلا فاذا اعمل لك دي دي حلوة دي تمام تقدر تقول له انا عايز انسخ البرومت عايز اعملها تاني ازاي ما انت عايز طيب خلينا نرجع بس اعمل لصورة كويسة ايه اي فيديو هتدلو تيكس تبدأ بقى يعمل لك ما يقول لك ابدأ اهتم باللايتنج والكاميرا والحريبة كلها كل ما هتدلو قصف افضل كل ما هعمل لك حاجة ممتازة طيب ممكن اصلا تاخد البرومت من اي واحدة فيهم يعني عجبك اي واحدة فيهم مثلا انا عجبان الحركة دي تقول له انا عايز ان اخد نفس البرومت كوب برومت اه هو اداله الصورة وخليه حركها الراجل اداله الصورة صورة ثابتة وقال له حرك للصورة دي تمام فانت ممكن ترفع اي صورة وتقول له حرك للصورة دي اصلا مشا فكرة حلوة يعني ممكن تقول له انا عايز اضيف صورة معينة عايز اضيف عايز اديك صورة وانت تحركها كل ده متاح في الموقع يعني في موقع بتدي خاصية من الاتنين هو منديك كل حاجة فنقول له مثلا انا عايز ان بكتشر ونختار مثلا السورة دي الصورة دي معمولة برضو بالزكاة الاصماعية على موقع ليوناردو تمام؟ طيب هقول له مثلا كروب الصورة بالشكل دوت تمام؟ انا مت ايمش هوا يبدأ بايا يحركها ونشوف هي حركها ازاي تخيل ان انت عندك قصة ممكن تكون انت الكاتبها او بالزكاة الاصماعية وتقول له انا عايز اعمل صور لكل واحدة فيهم وكل صورة تروح الجايبة هنا وتخليها تتحرك فتبع حاجة ممتازة كده طيب ممكن تقول له انا عايز random وتقول له ايه اعمل لي الفيديو دوت بس هوا مشكلته بياخد 16 نقطة فبيخلصهم اللي انا بقى بصراحة تمام؟ بس اتوقع ان هم بيتجددوا كل 24 ساعة كل يوم فديه ما فياش مشكلة يعني شوية وادكل ويجيب لي حاجة ممتازة طيب اختارنا ديت فهنا اعمل حركة بس بش حلوة صراحة لازم تقول له اعمل هيك تاني بتاعته الرابع وهنا اعمل لي حركة بسيطة في تحريك الصحب بفوق محتاج ان هو يطور في النقصين ده طيب خلينا بقى نجرب edit ديت ممكن ترفع اي صوره ويبدأ يحطه لك بالشكل دوت يحطه لك بالشكل ده يعني عندك حاجة عايز تعمل لها دعاية معينة ماشي؟ فتدقى منتج مثلا خلينا مثلا نجرب الشكل دوت تمام؟ تقدر تحط اي وصف ان تريد وهو يبدأ ان هو يعمل لك الوصف اه ده انا ممكن يعني لو بوصف فهو انا اعطله عايز خلينا نرسم بروش مثلا اهو وتقدر تحكم في الحجم بتاعه وخلينا اهو تخيل ان الشرابات اللي انا بعملها هو يبدأ اعمل هالي بشكل افضل هنا حسب الالوان اللي انت بتحبها ريز ممكن مثلا تمسح جزء مثلا من هنا كده طبعا انت هنا ممكن تقول له انا عايز اي حاجة خالص زي ما انت عايز ابلس مثلا انا عايز تفاح طبعا فيبدأ باعمل لك الشكل بتاعك ده ابلس ويبانانا اي البانانا هيت ممكن تقول له يعني الكلام اللي هتكتبه تحت هترسمه هنا هو اوتوماتيك هيفهمه زي ما انت عايز خلينا نرسم شوية بالبروش ممكن نقول له راندم فيبدأ اعملي نات سكاي اوفر زي سيتي ونبدأ بقى ايه نمسح نقبر فرشة عشان احنا عايزين نبدأ على النظافة شوية ونبدأ نستخدم بقى البروش اقول له راندم بقى يعني نفس البروشة مجرد تقول له راندم هايبدأ يغير لك الشكل خلص ممكن نقول له clear ونبدأ نرسم احنا بقى ايه زي ما احنا عايزين او ممكن تكتب انت تكست ويبدأ ان هو يعمله بشكل كويس انا ممكن تحط باشي بايش بنت عايزه هو يبدأ يحاول يدخلو لك مع الشكل فالموضوع ده رائع جدا ومسلي اميج تقدر تدخل ايه صورة وتقدر تحكم في الستايل بتاعها يعني صورة طبيعية تحولها الستايل وتوصف ايه اللي انت عايز تعدله في الصورة ديه